السلام عليكم ويسعد أوقاتكم جميعا إن شاء الله بتكونوا بخير وصحة وسلامة وين ما كنتوا لو كنتوا أول مرة بتزوروا قناتي أنا اسمي ملك ما تنسوا تعملوا لي لايك لهذا الفيديو أيضا تشتركوا بقناتي بتشرفوني وبتنوروني أكيد أي استفسار فيكم تكتبوا لي تحت بالكومنتات ويلا نبدأ فيديو اليوم صوايا رح نعمل مع بعض حلاء البودنج بودنج الجري رح نعمل بطريقة كتير سهلة بدون قائمة متطلبات أو تعائدات بالشغل للناس اللي بتحب لقتوا هاد كتير أو بتحب الحلويات الباردة هذا الفيديو رح يعجبكم كتير عملت معاكم قبل هالمرة عيش السراية عملت معاكم أيضا حلل الناس عملت حلويات باردة كتير تمام هذا الفيديو مخصوص للناس اللي ما بتحب التعائدات كتير بالشغل أيضا بتحب تعمل أشياء تكون مميزة لنشوفوا الطريقة خلينا نتابع الفيديو للآخر في البداية الصبايا أنا هون عندي ثلاث معالق من الإشطاء استخدموا أي نوع بتحبوا وتفضلوا استخدموا الجيمار استخدموا المعلبة ما في أي مشاكل عندي هون كمان الكريمة البودرة عندي زرفين الكريم شانتي تمام أو لدريم ويب عندي بسكوت الشاي العادي فيكم تستخدموا أي نوع بتحبوا وتفضلوا أيضا عندي بكتين من الجيلي وعندي حليب المقادير هون صبايا تقديرية بتتوقف على حسب نوعية البايركس اللي انتو حتستخدموه كبير أو صغير في البداية الصبايا رح نعمل مع بعض الجيلي الجيلي اللي أنا مستخدمته هون جيلي فرولة رح نتبع جميع التعليمات اللي مكتوبة على العبوة كل شركة بتكون كاتبة على العبوة المقادير المزبوطة أنا بالنسبة لإلي بحب أقلل من الكمية اللي مكتوبة على العبوة تقريبا ربع كوب يعني لو كاتبين لك كوب ونص بتقلي لربع كوب تمام حتى يطلع معانا اللون أحلى وتجمد معانا بشكل أسرع الجيلي برضو اللي أنا هون مستخدميته جيلي حيواني ما استخدمت نوع تاني أنا بحب أغلي الجيلي لسبب إني أتأكد تماما إنه حبيبات السكر والجيلاتين دابت معاي تماما يعني أنا ما بفضل إنه إحنا نستخدم كاسة مي باردة وكاسة مي سخنة أبدا لازم الجيلي يغلي حبيبات السكر وحبيبات الجيلاتين ما حدوب معاكم بشكل كامل إذا ما غليتوا الجيلي في ناس كتير ما بيغلوه بس ما بيكون معاهم اللون حلو ما بيكون كريستالي لأ إحنا بدنا يطلع كريستالي ورائع جدا جدا شايفين حبيبات السكر والجيلاتين هاي لازم تختفي معانا فما رح تختفي إذا إحنا حطينا مي سخنة وضفنا مي باردة أنا بفضل إنكم تغلوه وبردو شي بيرجع لقراركم أول ما بيغلي وبنتأكد تماما أنه حبيبات السكر والجيلاتين دابت بنطفي تحته وعلى طول بنضيفه ببايركس مقاس وسط الكمية اللي أنا ما أعطيكم إياها صبايا تقريبا تكفي لبايركس مقاس وسط كيف ما قلتلكم الكمية تقديرية كلنا بنعرف أيام البايركس بيجي عالي وفي بايركس بيجي واطي إنتوا شوفوا نوعية البايركس برضو اللي بتستخدموها إن كان ارتفاعها عالي أو واطي تمام؟ بتركوا بدرجة حرارة الغرفة أول ما بيبرد معانا تماما بدخلوا على التلاج لحد ما يتناسك معانا بشكل كامل تمام؟ عندي هون ظرفين من الكريمة البودرة أو الكريم شانتي أو الدريم ويب كل واحد وحسب مسمياته رح نتبع جميع الخطوات اللي مكتوبة أيضا على العبوة كيف ما قلتلكم كل شركة بتكون كاتبة على العبوة المقادير المزبوطة رح نضيف كمية الحليب اللي مكتوبة على العبوة بالنسبة للنوع اللي انتوا بتستخدموه تمام ورح ضيف عليهم على طول ثلاث معالق من الإشطة الإشطة اللي أنا هون مستخدمتها صبايا هي إشطة بدون أي نكهات فينا كاتب العسل ونكهات تانية كتير لأ إحنا الإشطة اللي بدنا إياها بدون أي نكهات فيكم تستخدموا جامر ما في أي مشاكل رح نخفق صبايا على سرعة واطية بعدين بنعلس سرعة حتى يتماسك معانا الكريمة بشكل كامل مش من المفروض إنه نبالغ كتير بالخفق بمجرد ما تكاثفت معاكم بهذا الشكل على طول بتوقفوا خفق وبتدخلوها على التلاجة مباشرة نقطة جدا مهمة لازم الحليب اللي بتستخدموه للكريمة يكون جدا جدا بارد تمام عندي هون بسكوت الشاي العادي فيكم تستخدموه برضو أي نوع بتفضلوه بتحبوه ويفضل برضو بدون أي نكهات عندي هون صبايا الجلي بعد ما تناسك معانا تماما أنا تركته بالتلاجة ما يقارب ست ساعات بعدها كملت شرول فيه رح أخذ قطع البسكوت كيف ما هو واضح قدامكم وبنزله بالحليب لمجرد ثواني بعدها بصفته فوق الجلي كيف ما هو واضح قدامكم ضروري جدا إنه البسكوت اللي بتستخدموه ما يكون من النوعية اللي كتير خفيف تمام يعني لازم تكون نوعيته شوية بسي حتى ما يتشرب معاكم سوائل أبدا رح غطي كل يات الطبقة الأولى بالبسكوت كيف ما هو واضح قدامكم ونعمل الطبقة الثانية عندكم خيارين إما بتستخدموا بسكوت اللوتس قطع كان أو بسكوت مكسر أنا مكسرته خشين كيف ما أنتوا شايفين تمام أو بتعملوا طبقة تانية من البسكوت عندكم واحد من هدول الخيارين أنا فضلت إني أستخدم اللوتس لأنه كان متوفر عندي تمام فحبيت إني أغير شكل شوي وزعت صبايا أنا كمية بسكوت اللوتس كيف ما هو واضح قدامكم كمية الحليب اللي ضفناها بالطبقة الأولى كافي إنها تلزق لي فتفيت البسكوت ببعض بس لو حبيتوا أنه تضيفوا قطع من البسكوت الشاي أو من قطع من بسكوت اللوتس ضروري إنكم تنزلوها بالحليب لمجرد ثواني كيف ما عملنا بالطبقة الأولى حتى القطع تمسك مع بعضها وحتى لما نضيف الكريمة ما هتروح منها يمين الشمال تمام ضروري جدا إنه البسكوت يكون مكسر خشن ما بزبط يكون مطحون بودرة أبدا تمام بالوصفة هاي صبايا مش كتير بتفرق إنه الكريمة تكون معانا كتير متماسكة أو تكون رخوة يعني لو عملتوها واستخدمتوها على طول أو تركتوها بالتلاجة بعدين استخدمتوها ما في أي مشاكل زينت الوجه الصبايا بقطع من بسكوت اللوتس اللي مفتفت فيكم تزينوها برضو من نوعية البسكوت اللي إنتوا استخدمتوه برضو ما في أي مشاكل فيكم صبايا تزينوها بصص التوفي على فكرة أنا عملتوه معاكم رح أتركلكم إياه تحت بصندوق الوصف أو ممكن كمان إنه تزينوها بالككاو والبودرة المحلة طعم رائع جدا جدا رح ياخدكم لعالم تاني مختلف تماما عن عالم الحلويات الباردة اللي عرفتوه بحياتكم هالحلة رح تعتمدوه بحياتكم كيف ما شفتوه ما في أي قائمة متطلبات ولا في أي تعايدات بالشغل يعني أي بنوتة بتتعلم حلويات جديد رح ينجح معاها من أول مرة كيف ما شفتوه أنا زينتها بشوي من الكراميل كان ظرف زايد عندي من وصفة عملتها وما استخدمته تمام وزينتو فيها يعني ما كلفت حالي زيادة قطعتها وقدمتها بعد ما دخلتها عدت اللاجة لمدة ساعتين لحتى تماسكت تماما تمام وكانت معاي بهذا الشكل يعني صبايا لازم تجربوها وتطبقوا الوصفة وتبعتولي تطبيقاتكم على جروبي فيسبوك وصفات اقتصادية على قد الإيد بتشرفوني وبتنوروني شفوا الصحة كيف بهز يعني هذا الشعور لحارة رح يخلكم تقوموا هلأ تعملوها تمام وتحكولي رأيكم فيها أي استفسار فيكم تكتبو لي تحت بالكومنتات أكيد ما بتأخر عليكم بالرد أو بتطنشكم أبدا 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 صبايا هيك بيكون خلص معنا الفيديو لليوم بتمنى أنه يكون عجبكم أيضا بتمنى أنه تنضموا لعائلتي عن بعد بتشرف فيكم أستفيد من خبرتكم واستفيدوا من خبرتي أنا منظر الصحة كتير عاجبني وهو بهز لازم وضروري تجربوا هاي الوصفة ألف صحة وعافية عكل من رح يجرب وصفة اليوم بالهناء والشفاء مقدما بشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو كتير كتير قريب وباي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر